اشتركوا في القناة لأ عادنا نسفر الرجال بضع فترة طويلة سافرنا مع بعض قاشنا مع بعض ما بين القاهرة وسكندرية والأردن وشوفت قد ايه هو أخلاقه جميلة وبني أدم جميل وكويس ونجواه في حاله أرفع في حاله ياسمين ما أزاش حد وكان عنده حاجة حلوة بيعملها ما عندهش ما بيعملاش زعلانة عشان البهدلة اللي في الآخر دي يعني السوشيال ميدي بهدلتها حرام حرام انتو ما تعرفوش ليه كده ليه يعني يعني وصل لي تعليق إن واحدة تقول لا إحنا بعد شوية شوية هينزله معاه القبر شوفه بتحسن طب إيه إيه يعني كان أعمل لكو إيه وإبن ومش إبن وفي يا جماعة إحنا في إيه ولا في إيه يعني أنا مش عارف عشان أنا كنت قريبة منه عارف عدقوا إنسان جدع وإنسان كويس وإنسان خير وبيعمل حاجات حلوة قوي 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 خير من غير ما حد يشعر بيها يعني ياسمين بس بس عبان علي يا رب يا رب ربنا يرحمه ويحسن إليه دايما نقول بعض الناس في البعض اللي هما خلاص الرحمة 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 حلوة قوي يعني رحمه كده عشر رحمه من في الأرض رحمكم من في سماء وده موت له حرمته ولهبته وله يعني ما فيش بعد الموت حاجة ده بس اللي حزس فيها بس يعني ما عندك حق ما عندك حق لأنه يعني إذا خلاص وصلنا في التطول للنقطة دي لا وصلنا يا سمين وصلنا وكلنا بس عارفة أنا وصل لمرحلة أن أنا السوشال ميديا ما ليش علاقة بيها خالص ما عندكيش أي حاجة السوشال ميديا لا لا ما خلاص بحس أنها بتضر أكتر ما بتنفع صحيح بتنتهك حرمات الناس صحيح بتتدخل في أدق التفاصيل ومن غير ما حد بيعرف حاجة كل ده عشان يعملوا نسبة مشاهدة مشاهدة وياخدوا فلوسة عليها تقولي حرام ربنا هيسألك الفلوس دي يعني أنت تعرفي حاجة عن ياسمين أو وفاء عشان تتكلم في خصوصيات من غير ما يعرف هيتكلم